غريب هو المنطق السائد في مجلس الأمن يكرر المأساة تلو المأساة حين يعجز الممثلون عن دول العالم عن إيقاف مذبحة إنسانية ويقفون دون حول أو قوة أمام ما يسمى حق النقد الفيتو هذا الحق الذي مكن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية من فرض شروطها بحجة حماية الأمن والسلم الدوليين وهو الحق نفسه الذي يساهم اليوم بإتاحة المجال للكيان الصهيوني بضوء أخضر أمريكي وغربي بمواصلة المذبحة حتى إشعار آخر والغريب أكثر هو امتناع دولة عن التصويت على مشروع قرار لإيقاف الحرب على غزة وهي التي كانت يوما ما مسؤولة عن هذه المذبحة بمنح أرض لا تملكها وتشرد شعبا بأكمله نعم هنا غزة حيث دفن العالم مرارا إنسانيته على بابها وبقي متفرجا على آهاتها وحين وقفت بوجه جلادها في السابع من تشرين الأول حملها المسؤولية بحجة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها على الجانب الآخر أبدت دول انتعادها من التصويت الأمريكي السعودية وتركيا ودول أخرى وصلت لقناعة مفادها بأن النظام السياسي الأمريكي أصبح عاجزا بما يتعلق بإسرائيل لذلك تتصرف تل أبي بتهور وتواصل قمعها في مكان آخر لا يبدو أصحاب الأرض آبهين بما يجري وخذلانهم قبيل يوم من احتفال العالم باليوم الدولي لحقوق الإنسان ويحاولون عبثا التمسك بها رغم القصف والموت الذي يهددهم محرومين من كل حقوقهم الأساسية وحق الاعتراف بدولتهم ولم يتبقى لديهم إلا المقاومة لتأكيد حقهم بالحياة بسم الله الله أكبر